معانا طاجن المكارونا بالسجوء نشوف مقاديره على الشاشة بسيطة سجوء نص كيلو ربعي كيلو حسب عدد أفراد الأسرة معانا مكارونا صغيرة بتاعت الكشري اه شكلها الحلو ده كده اه المكارونا دي انا بحبها في الطواجن دايما هي أحلى من البنة وفي نفس الوقت كمان اللي سبكتك طب ليه اخترتها الصغيرة دي دي فقى فراغ من جوه صغير ده وده طبعا بيبقى يتملي بالسوس بعد ما بتتحمر وتبقى لطيفة وجميلة ولكن ده يفضل عمل المكارونا دي في الطواجن اذا لازل انت مش عايزة تعملي لسان عصفور حلو الكلام ومعانا فلفل حار ومعانا شوية توم وشوية بصل وزيتون أخضر وتحب بقى حبك للمطبخ هو اللي هيغط على كل ده تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي طاجن المكارونا بالسجوء مقاديره على الشاشة وتفاصيله صغيرة جدا اول حاجة معلاتين من زيت الزيتون ومعلاقة سامنة حلوة واقع وبعدين تخش المطبخ وانت كده عايزة تتعلمي حاجة حلوة وفي نفس الوقت كمان مهم جدا انك انت تكون بتحب المطبخ بتحب المطبخ كل حاجة تطلع بعون الله معاك زي الفل معلات السامنة دي هنا كده زي الفل ونحط بصل نعم بعدين انت ما تبصيش ان كل حاجة معايا جاهزة ومتحضرة والطبيقية انك كده ممكن تعمل الكلام ده في المطبخ عندك برضو يعني عادي عندك وقت بالليل بتقشر بصلتين تلاتة عشر البصل من مئة اه اعلمك ازاي البصل ده ما يطلعش ريحة حتى لو حططيه في التلاجة اتاخد البصل ده بتحطيه في شوية مية ساعة حلوة الكلام مع شوية ملح وتحطهم في التلاجة يقعد معاك يومين تلاتة ما يطلعش اي ريحة اهم حاجة انك تحطيه في مية حلوة معانا التوم هوت اصبح هنا فيه توم وبصل انيا هتوجعني من ريحة التوم والبصل وكل يوم توم وبصل كل يوم المطبخ توم وبصل مع الشيف المغازي لا تفكري ولا تحتاري اه خليك تختاري معانا شوية البهارات الحلوين معانا شوية روزماري دايما العشاب بتغطي ريحة البصل او بتسيطر على ريحة البصل والتوم في المطبخ روزماري زي دا كده اهو بدأت اشم ريحة الروزماري مع الزعتر حلو احضر البصلة والتومة انا بعمل الصلصة بتاعت اللي ايه الطاجل المطعب الكبيرة بتعمل بتعمل حلة كبيرة كده فها صلصة طماطم وتجهزها وتاخد منها للعكاوي وتاخد منها للسجوع وتاخد منها للكوارع دي بيجهز لكل حاجة طبعا يحب نعمله على شكل صغير كده مع بعضا بصل توم روزماري زعتر تحميرة حلوة لازم البصلة تحمر تدين الطعم والفليفر بتاعها اهو وبالاش نستخدموا مكسبات طعم امهاتنا رحمة الله عليهم واللي موجين ربنا يدهم الصحة وطلط العمر يا رب ونفرح بيهم ووجوتهم في وسطينا ما بيستخدموش مكسباتها طب بيستخدموا اصابع ايديهم واطراف ايديهم الحلوة اللي بتنقط عسل في قلب الطاصة وفي قلب الحلة دا من يقولك يا ام الله يرحمها او والديتي مسلا مراعا دا اكل كذا وكذا وكذا ما عرفش ليه وما ما عرفش يعمله زيها الحب يا اخي والبركة الحب والبركة بتاعة الام دي ما تتعوضش خلي بالك هي تسمي بسم الله بس كده والحاجة تطلع زي الفول شفتوا البصلية والتومة خدت حمرار ازاي اهو شفتوا ازاي هو دا دا الشكل اللي بدور عليه ملاحظين انا مهتمي جدا بالموضوع معلقة السامنة الزيت بصل توم زعتر روزماري اهو زي الفل بتنقلب كده تمام اهو لسه ما خلصتش كده انا جهزت البصلية لشوية سوس طماطم جمدين جدا زي ما هم كده عم مش شيف بناخد حاكتين مهمين جدا معلقة سكر وشوية عصير طماطم ادي معلقة السكر في البداية دي مدرسة المغازي اهو ليه السكر عشان جوزك يأكل من السلسة دي وما يحصلش عنده حرقان على القلون الجهاز الهضمي ارتجاع مري اهو السكر بيعالج الحموضة اللي موجودة في الطماطم للناس اللي عندها مشاكل مع القلون اهو اصبحت البصلية كده زي الفل اتكرملت زودناها سكر وحلاوة اكتر ما هي مسكرة ننزل بالطماطم لا عجب ناوي شكل البصل عجب ناوي هي كده بتتخانق مع السمنة والتومة والزعتر والروزماري اهو ايه اويل ايه اويل ايه اويل ايه اويل هوا ده هوا ده هوا ده شكرا الله الله اهو خلصت الحكاية عاملش ايه عازة تعمل طاج Pycom العكاوي عندك الاساس بتاعه عازة تعمل طاجن كوارع عندك الاساس بتاعه عازة تعمل صنية مكارونا بالفراخ عندك الاساس بتاعه اللي هي السلسلة اللي انا عمالتادي دلوقت ده هسيبها زي ما هيك كده عاملش ايه وغطيها واسيبها تسبك تزبيكة حالوا الكلام حالوا الكلام بعد التزبيكة دي هشوفها نعمل ايها ونغطي كل حاجة كده واما حاجة مطبخة هيكون مترتب وكل حاجة ترجع مكانها نغطي الحلة بتاعتنا ونسيبها على النار نرجع للمقرونة الحلوة دي اهاي في طريقتين لعمل طاجن المقرونة الطريقة الاولى اللي انا بحبها ان المقرونة دي تتحمر زي لسان العصفور في طريقة سريعة للتحمير عندك حلة تبخليها للبطاطس المقلية تحمرها في قلبيها ما فيش اي مشكلة تجي بمعلتين سامنة وتبدأ تحمر المقرونة دي زي بتحمر الشعرية ما فيش مشكلة هنحطها في زيت غزير دلوقت ونحمرها ما فيش مشكلة ولكن تحطها نية ببقتش طاجن بقى كده لو حطتها نية هتتكسر منك وبقتش طاجن مقرونة خلي بالك السر هنا في حمرار المقرونة عندنا زيت هنا درجة حرارته عالية ونحط المقرونة هنا ونحمرها معقولة يا شيف زيها زي البطاطس اه اصبر على رزقك يا غالي اه دي مش هتطلع صوت خلي بالك انت مش بتحمر زلابية وقال لي ما طلعتش صوت ليه يا مغازي دي غير الزلابية وغير بالح الشعر شفت اي هتطلعت الصوت اللي انت عايزه اه 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 ده الجديد اما انا عمل بقى افتكاسة ايه الافتكاسة وايه التركاية اللي تعودنا عليها ماشي في المغازي بتحمري بزيت بطاطس بتحمري بزيت كنت محمرة فيها قبل كده كفتة وليكن وعايزة تشيل الريحة بقى وتفصل الموضوع ده بشياكة اه شفت الخبرة التهوية لما بتلعب دورها بص بص على الحلاوة بص على الشعاوة اه فقل بالزيت خلص الكلام اه الموضوع راح في حتة تانية خالص اه الزيت خطة عمل روزماري ما عندكش روزماري حط زعتر اه 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 ما عندكش لا زعتر ولا روزماري هقولك تعملي ايه خليك معايا خطوة خطوة انا مش يخليك تفكري ولا تحتاري اه ايه عاب الشيف ورقتين العناع اخضر يا بتاع النعناع يا منعنع اه تم ريحة الزيت هنا تبقى متحطرة وجاء اه زي الفل في قلب الزيت كده انا بافصل الريحة بتاعت الزيت والزيت ده اكيد عندك في التلاجة لا 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 بش عايز انا بقى لا برطقان ولمون في حالة لما كن بحمر سمك يا استاذ اه لان اللمون والبرطقان بيمنع ريحة السمك والجنباري عشان الجيران ما يعرفوش عشان حاماتك لما تيجي ما تعرفش انك عامل شوية جنباري الجوزك انا اخد المكرونة كده بالشكل اه 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 خادت لون ازاي اه طب الروزماري والحاجات اللي انتو حاطيتها دي هتنزل في الطاجن عادي مش تحصل حاجة اه اه ان انا بحط طاس على النار وابدأ اقلب وحمر كده تلات اربعة دقائق عشر دقائق لغاية لما تاخد لون كأنك بتحمر شعرية ولسانة عصفور دي طريقة الطريقة الثانية السريعة وبتاعة الشو اللي انا بحمرها كلها مرة واحدة اهو عشان وقتنا خلي بالك اهو بس عشان ما اخدش تعالقات وقولك انا عشان اعمل تاج الماكارون اجيب تلاتة اربعة كيلوز لا خالص انا قلت في البداية في كزا طريقة للتحميل ده كفية اهو عشيلها كده من الزيت اهو هو ده واسيبها تصفي زيتها كده لان هي طبعا ايه دي بقى شايلة زيت بطبيعة تصنحها كده اهو الله وانساها شوية خالص شيلها من راسك دلوقتي خالص نرجع للسجوء واحدة واحدة كده مع التاجين ده كده اه السجوء عندنا حتة من عند الجزار ربنا ايقعدك بزيارة النبي يا ابو محمد ايه الريحة الحلوة لانا شاميمها دي ايه الجمال ده بص على التزبيكة بص على تزبيكة الطماطم واشوف الشعوة بتاعت الطماطم اه بص صلايا التومة روزماري الله واسيبها لغاية لما ميتها تنشف كده اه الله اه اه حلوة الله على الريحة الحلوة عايزها سبايسي حط فلفل حار دي بتاعتك انت بقى السبايسي ده اختياري ده فلفل حار التواجن دايما بتبقى فيها طعم السبايسي بيه فيها طعم الشقاوة اهو انواع من الفلفل عندنا اهو اهو اما حاجة نشيل البزر منه خلي بالك الحاجات الصغيرة دي ما تخليهاش تعديكي الحاجات الصغيرة دي ما شبتها سكينة صغيرة هترفعها هو ده اهو من غير ما اتعواري ايدك خالص اهو ده مهم جدا على فكرة من مصروف البيت هتطلعي كده جنيهات وتجيبي الحاجات الصغيرة السكاكين الصغيرة دي تقطعي بها فواكه تعملي بها جرنش للاطباق بتاعتك وده الطبيعي تنظفي بها سمك تنظفي بها جنبري وسكينة صغيرة حلوة كده شيك تخليها دايما عندك شيليها في مكان في الدرج بتاع المعالي بعيد لانها ممكن ويها صغيرة كده بتجيبي حاجة من الدرج تعوار ايدك حاجات اللي بقول لك دي بتحصل في اي مكان فعشان كده بحذرك منها سكينة الصغيرة بالذات خليها في كوباية كده بعيد عن متناول الايد علشان دي ممكن تعملينا مشاكل واحنا في غنى عن المشاكل بتجيبيها مستعجلة ابنك عايز معلام الدرج عايز شوكة تجي دخلت ايدك في وسط المعالي والشوك تلاقيه عوارة ايدك على طول هننزل بالفلفل ده كده الله الله اه حلو نجي على السجوء بتاعنا الحلو ده كده ده الموضوع ده اللي يهم المخرج اهو عايز يشوفه الهبر تعمل مكارونا تعمل فراخ انا مش عايز غير الهبر الله 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 اه دايما لما بيجي نستخدم السجوء بتلاقي فرط منينا وبقي قلب على لحمة مفرومة انا عايز شخصية السجوء ده تبان مع الماكارونا اللي اتنين كده يبانون شخصية اعمل ايه وانت معي واحدة واحدة كده اهو السوس الطماطي بقى اما حاجة بيغل على النار الله اهو اهو الميا دي اللي هتساعد على سلق الماكارونا اخلي بالك اهو اهو شكل وانسيبها على النار ناخد الفلفل ده برضو كده مخرجنا بقول لي زود الحار شوي انا بحبه حار مش هزعلك انت حرب انت اللي طلبت ان يكون الطاجل سبايسي بتروح البعض المطعم يقول لك ايه عايز الطاجل حار ولا مش حار اهو السجوء اتقطع بالشكل ده كده الله اهو شفت القطعية دي مهمة جدا على فكرة سكينتك تكون حامية علشان ما يتبهدرش منك اهو حاضر انية اهو من الاخطاء الشائعة اللي ممكن احنا نوع فيها فتاجن سجوء زي كده وتلاقي السجوء ده فرط منك وشكله مش لطيف انك بتحطيه فيه شربة مش بتغلي او في طاصة مش شديدة الحرارة فانا عايز احافظ على شكله اعمل ايه انتهز فرصة السوس ده وبيغلي كده وتابلته حلو الكلام وكده اهو ابص علي ايه الاخبار اهو لازم يقوم على طول ياخد شكله ويشد معانا على طول اهو وتغطيه على طول مباشرة اهو حاضر عيني حاضر والمفروض هننتكلم على المفروض وبعدين ايه؟ احنا مع بعض المفروض ده ما يتقلبش خالص والمفروض ببجرد محط السجوء اغطيه عشان اعمل عملية احتباس للبخار اللي طالع ودرجة الحرارة والغليان مع السجوء يوم ياخد شكله وهم لما يغلي مع المكارونا تلاقي الحبات السجوء بشخصيتها والمكارونا بشخصيتها تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد يعني تقدري بتفاصيل صغيرة بمقادير في متناول الجميع تعملي طاج المكارونا بالسجوء يعني محدش بيعملو غيرك في العيلة هتقوليني ليه با والموضوع ده عشان بتتابع الشيء في المجازع القناة الاولى من الاخرة بص على السجوء بص على الحلاوة بالله عليك شوف الخبرة الطهوية هنا يا باشا يتكسر مين بس انت لو انت لا تخش المطبخ تعمله اكيد هيقلب على رحمة مفرومة لازم يكون الشربة والسوس بيغلي زي ما بتعملي كده البنبار عايزة تسلو ايه ومحش رز ومحش غدار واللي انت عارفاتة كله ينفع ان انا اسلوه في شربة بردة لا لازم الشربة تكون بتغلي وانزل بيه في المياه او الشربة اللي بتغلي ده كده والبصالية والتمة في قلب المياه واجهز له البوكي جارنيه وبعد ما يتسلي اطلعه واحمره ده بالبنبار خلي بالك انا بتكلم على المنبار اللي انا مش بحبه اه شايف السجوء اللهم مصلى عنه زي الفن المقارونة اخبارها ايه نبص عليها ايه بص على المقارونة اللي احنا حمرناها اللهم مصلى عنه الصوت يوجع القلب من الزلزال بتاعه مقارونة متحمرة خلي بالك اه اه طب اقولك على حاجة حلوة بالله عليك ايه طب اقولك على حاجة حلوة ايه يا بقى انت ممكن ما تحطهاش كلها خلي شوية خلي بالك اه تقدر انك انت تعمليها حلوة بجد يا شيف اه والله بكلمي هي اللحظة جت الفكرة جت وانا شغالة ما عرفش بتجي لوحدها كده من عند الان ده ده رزق رزق وما ان اخترعوا الزرة دول ذكروا بالليل وسوح الصبح اخترعوا الزرة ولا هو رزق ان ربنا اعلهمه وادى له الفكر وادى له الايحاف ان هو يخترع الزرة اه فنفس القصة اه اللي باقي من الماكارونا دي ممكن نعمله حلوة اه وسميه حلوة على الطريقة المغازة الماكارونا اللي هتبقى زي كده بنسلوها في شوية شربة في شوية مية معلش ونحط لها السكر البودر وشوية قرفة ويبقى حلوة خلي بالك اه نقلب كده الله عليك اشيف الله تكل سوابعك وراها وصيبها على النار تستوي نعم سؤال جميل جدا يا مخرجنا والله بقولي الماكارونا كده مش متحمصة تاخد وقت كبير في السوا بالعكس ده هي تستوي بسرعة زي الشعرية كده وتبقى مسكة نفسها في قلب الطاجن تدور على الماكارونا تلاقيها تدور على السجوء تلاقيها كل حاجة بشخصيتها اللهم صلى على النبي الطاصة دي فيها خبرة فيها ابداع فيها حكاية فيها حدوتة اه اسيبها زي ما هي كده اه والمكارونا دي زي ما قلت لحضراتكم هنشيلها ونخليها على جنب عايزة انا اه ممكن اعملهم حلو على فكرة شربة مية واسلق المكارونا دي بعد ما تتسلق بحط عليها سكر بودر زي الشعرية بالسكر كده وبالحليب تبقى نطيفة جميلة جدا على فكرة جربيها اه هنخليها على جنب عالوا الكلام انا هنا هبهر اللي ايه الطاجن زي ما انا عايز بقى اللي انا حطوته ده بابريكا شوية كوزبرة شوية كوركم وازبط الطعم طواجن يعني توابل نقلب كده الله واسبت يغل على النار براحتك لو اسبت يغل البكرة للمكارونا هتعجن ولا السجوع يحصل له حاجة خلي بالك اه اسسناه صح وشغالين من البداية صح ده المكارونا اتعجن ولا السجوع يفك منه الله يعني ده الطاجن ده ودامك هتبقى انت محتار هتاكل السجوع ولا المكارونا ولا التفاصيل اللي عملها المغازي وتعالوا نشوفوا السجوع اخباره ايه واحدة واحدة مع بعض هنجيب صانية عشان ندخل الطاجن ده الفرن عينية وناخد كده المكارونا بتاعتي الله مصلى على ايه على الطاجن ده حكاية ايه الحلاوة دي بص على الحلاوة بص على الحلاوة بص على الشاوة شفت الحلوة اه 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 تاج المكارونة بالسجوء ناخده زي ما هو كده عم الشيفة اه الله 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 يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي الالف هانا وشيفة للي يأكل اه شفت الحلوة دي اه والسجوء باين والمكارونة باين اه بتعملها تواجل صغيرة فالفخار عادي هتعجب ولادك برضو زي ما باكلوها برا ببعض المحلات يعني كل واحد ياخد الفخارية بتاعته كده ويعيش معه حلو هندخل دول الفرن بس ازان حضراتكم نروع الكسرولة بتاعتنا وندخلها الفرن تاخد لون نعمل جرنش بقى بطماطم ببصل شغل المطاعم بقى بفلفل زي ما انت حب على فكرة ممكن تحط شوية زيتون على الوش عادي بالشكل ده كده شفت الجو ده كده اه محرمش طاجن محرمش جزء بيحب الحار اه زي الفل ده هنكسره كده انا شخصان بحب الطاجن على وشه كده ارنفلف الحار بيفتح الشعية مخرجنا بيحب الحار هندخلها الفرن عم مشيف في درجة حرارة 180 اه زي الفل افتح يا سمسم اه شفت طاجن الماكرونة بالسجوء ده موسوعة اه زي ما هو كده في قلب الفرن اه اللهم صلى عنك بص على الحلوة بص على الشاوة بص على الخبرة الطهوية بقال لي تكلفة عملنا طاجن موسوعة صورة تحفة فنية في قلب الفرن لا طاجن حكاية زي ما قالك كتاب كتاب مين يا عم اللي فيه التفاصيل دي خلي بالك اه كتاب ده بيروس ميادير وماتيريال وفلوس شوف التفاصيل هنا صلى على الحبيب قلبك يطيب هنحط قرسين في الطاصة والمغاز جابه خلاصة ونعمل مع بعض العصير ادي الزيت موسيقى